صباح الخير صباح النور على الناس الحلوة الجميلة ان شاء الله زمن تشايفين النهاردة عمل لكم احلى قدشب واحلى طريقة لعمل القدشب بص شكله بص قوامه عامل ازاي بص اللون بتاعه احمر زي طريقة المصانع بالزبط بص القوام عامل على فكرة انا لسه طفية كده على النور فلسه كامل لما يبرد هيهدى وهيتقل كمان لما نحطه في التلاجة لازم يبقى بالقوام ده عشان لما نحطه في التلاجة ما يجمدش اكتر من كده القوام مزبوط جدا فان شاء الله يا جماعة عمل لكم القدشب بالزبط بالمقادير المزبوطة وبحاجات ده بقى من غير لتوابل ولا طن بودرة ولا بصل بودرة زي ما احنا بنقول كده كل ده هرس قدينا شفنا احنا بنجيب الجهاز من بره هنركلوه على جنب احنا مش هنستخدمت الجهاز تاني بصوا لونه بصوا قوامه عامل زي بتاع بره بالزبط شايفين القوام وبصوا نحطه في المرطة مانوطة هوت وانا هبتفضلكم شوية عشان تعرفوا القوام بتاعه حلو ازاي هقولك على اسرار هتمشي وراها وهقولك على تفاصيل تعملها بالزبط هيطلع لك نفس القوام ونفس الحاجات بالزبط فامشي ورايا وصدقيني هتعدي احلى قطشب ده اقولت لكم انا عاملة قطشب بارد وحار فانا ان شاء الله هوريكم الطريقة والمأدير فما تقلوش انا هكتبلكم المأدير بتاعي بحاجة واحدة وهكتبلكم في صندوق الوصف ازاي هنعمل المأدير الحارة والمأدير البارد وان شاء الله هتعجبكم الطريقة وبقولك اللي انا احتفظته بارطمانات ولازم اقولك على حاجة مهم عشان تعملي اي حاجة لازم تعقمي البرطمانات كويسة عشان تحافظي عليها اكتر فترة ممكنة وفي اخر الفيديو هتلاقي طريقة تعقمي البرطمانات عشان تحفظي فيها الكاتشب بطريقة صحية هنبدأ بقى عشان اوريكي المأدير مأدير سهلة وبسيطة وعندنا كلنا دي المأدير كلها اللي هشتهل بها النهاردة وانا هقسمها زي ما قلت على مرتين والبارد هكتب لك التفاصيل في صندولس شايفة القوة ده لازم تجيب قوة حمراء جدا وجميلة بص شكلها عامل ازاي طبعا هستخدم كيلو طماطم وعندك قرنفلفل احمر ده عشان هعمل الحرائق وعندك سكر وعندك خل والسر بقى الجديد الاضافي الجلاتين ايوا هو ده الشلاتين هستخدم الجلاتين ده المعلقة الكبيرة دي للكيلو كله يا جماعة انا لاحطي نشا ولاحطي حاجة دي بقولك معلات ملح والعسل ايوا العسل العسل ده عشان يديني المزازة الحلوة اللي في الكاتشب ندومة البرطمونات اللي انا عقمتها اللي حطي فيها الكاتشب طبعا هرجع اقولك انا رحت على النار جهزت حلتين زي ما انت شايفها هقسم الكمية التماطم الموجودة على جزئين جزء اعمله بارد وجزء اعمله حار الحار انت بتحط قرنفلفل احمر حراء عشان يديكي نفس اللون والحمور وطبعا الجزء التاني هو البارد بص بمسك الطمط مية بشيل البزر بقولك اللي انا حطه على نار هادية جدا عشان انا مش عاوز احط مية ولا زود اي اضافات وطيت النار جامد جدا وسبتها براحيتها بص بقولك انا بعمل لازم تشيلي البزرية اللي في النص الصفرة دي لانها بتبقاش كويسة وطعمها مش حل وبشرخها كده زي ما انت شايف عشان اقدر اقشرها عشان تديني نتيجة مضمونة عشان المضربة في الخلاط فانا وطيت عليهم وقطتهم وطيت عليهم النار جدا واسيبهم مستوه براحتهم لغاية ما ينزلوا المية بتاعتهم طبعا هرجعلك وهوريكي شكلهم ايه بعد ما استويناهم بص يا جماعة مفهومش نقطة مية نشفت جدا بص شكلها جميل ازاي طبعا زي ما انت شايفة هسيبها تبرد عشان اعرف اقشرها براحتي عشان اضربها في الكبه او في الخلاط في اي طريق انت عاوزها هابدأ بقى اقشرها زي ما انت شايفة انا فصلت البارد على جنبه فزهرت الحار 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 في طبق ايناك اهو في قرن الفلفل اقشرته برضو لازم كل حاجة تقشر اقشرت الفلفل هابدأ اجيب بقى الخلاط الكبه اي حاجة تتحني فيها براحتك تتحني فيها هابدأ طبعا اطحن البارد الاول عشان خاطر ما يبقاش ياخد طعم الحرق فالاول دايما انت بتتحني البارد وبعدين تتحني الحرق فانا هاركنه على جنب واطحن بقى الحرق هرجع ان شاء الله هقولك انا زي ما قلتلك اهو وانا بعدين هتحنه موما لاتنين واروح هشتعل على النار وقولك هنعمل وهنكمل الطريقة ازاي في خطوة مهمة طبعا قبل ما اروح على النار وحطه لازم اصفيها كويس جدا لازم خليها النعومية زي بتاعت برا زي القطشة بتاع برا بالضبط اصفيها كويس جدا بمصفة دايقة المصفة دي عندي مبطنة من سلك وخرام كمان عشان ما تنزليش اي حاجة فلازم اصفيها كويس جدا مستي يعني البزرة كل حتى لان انا شاء القشرة صفت حلوة او جدا لازم نفسها يا جماعة تكون دايقة جدا هروح على النار زي ما انت شايفها وحط ابدأ اشتغل الاول في البارد عشان اضمن ان ما يطولش اي حاجة من الحرق اخلص البارد وهعمل الحرق ان شاء الله بعديه ونفس الخطوات اللي انا هعملها في البارد هي اللي هعملها في الحرق بالضبط اول حاجة قبل ما اشتغل بجهز معلقة الجيلاتين ايا جماعة هوا دا السر بتاع المصانع بجيب معلقة كبيرة بحط عليها معلقتين كبار مية وقلبها دي السر بتاع المصانع بقى لا نشأ ولا اي حاجة احنا عاوزين ناخد قطشة زي بتاع برا بالضبط عشان ايالك لما بتعملي بالضيق بالضيق او بالنشأ بيبقى تعموا مش حلو فدي السر بتاع المصانع بالضبط دا لون يا جماعة اختيار لون دا صحي انا جاباه بص بحط رشة صغننة كده عشان يديني الحمار اللي انت شايفه دا زي بتاع برا من غير بقى مواد حفظة ولا صلصة ولا اي حاجة هاركنه بقى على جنب عشان ابدأ اشتغل في القطشة اول حاجة زي ما انا قلت النص كيلو بياخد معلقتين سكر ومعلقتين خل انا هكتب لك المقدير زي ما بتلك في صندوق الوصف حطيت معلقتين السكر وحط معلقتين الخل وقلبهم كويس المقدير دي يا جماعة مزبوطة جدا بتطلع لك الحاجة بزبوطة هاخد بقى معلقة عسل كبيرة زي ما انت شايفه ايوة العسل دا هو اللي هتدينا المزازة اللي موجودة في القطشة جربي بس الطريقة دي وانتي مش هتخسري جربي وطبعا لو عجبك الفيديو بتاعه ما تنسيش تحطيلي اللايك طبعا نحط رشة الملح احنا بقى لعنحط طم بودرة ولا بصل بودرة لكل التواب اللي احنا عملين نشوفها على النت دي يا جماعة احنا مش طبخين احنا مش عاملين صلصة احنا عاملين قطشب هو الملح بس يزبط القوام مع معلقة العسل ما فيش اكتر ممكن هرجع بقى زي ما انا قلت لك انا خدت كمية للجلاتين هقسمها نص حطها على البارد ونص التاني شلتها للحور يعني المعلقة الكبيرة اسمتها حط معلقة هنا لانها هي بيزيد لما بعمله بيزيد على جنبيا فطبعا انا ما بحطش الجلاتين الا اضرب المكونات على بعض وطف النار لازم يا جماعة النار تكون هادي اوعي دغل الجلاتين الجلاتين ما بيدغليش انا دلوقتي طفيت النار وقلبت وهسيبه يهدى القوام ده مظبوط يا جماعة لان الجلاتين معروف انه هو بيتقل بعد فترة بص هو كده عامل ازاي هوروريك با اخر الفيديو كل ما بيعد كل ما بيتماسك اكتر واكتر وكل ما تحطي التلاجة هيديك القوام المظبوط نرجع بقى نستخدم القدشة بالحر نفس الحور انا صفيته زي ما صفيت القدشة بالعادي وعملت نفس المقادير معلقتين سكر على النص كيلو طماطم بياخد معلقتين سكر ومعلقتين خل ومعلقة عسل ورشة ملح هي دي المقادير المظبوطة للنص كيلو طماطم انت بقى عاوزة تزاودي الكمية ضعفة المقادير هاديكي ناديجة مضمونة زي ما انت شايفة هبدأ بقى حط المقادير زي ما انت شايفة نفس الخطوات لكن السلسل القدشة بالقدامك ده محطوط فيه القرن الفلفل الحراء عشان يدينا القدشة بحور احنا ما دخلناش اي حاجة صناعية حتى اللون اللي احنا دخلناه لون صحي غذائي بيبقى عند كل محلات الحلويات ما فوش ايدر بحط رشة الملح الصغيرة عشان تزبط لي القوام يا جامعة جربوا الطريقة دي هتعجبكم وهتشوفي الفرق بين القدشة بلي بتعمليه وتشوفي القدشة بدا احنا ما حطناش اي توابل غنيل اقلتلك عليها بس جربي وانت هتشوفي طبعا اول ما بحط الجلاتين لازم اطفي عن نور يا جامعة شكله بعد ما بارد عامل ازاي شايفة اللون شايفة شكله شايفة قومه طبعا حطيته في البرطمونات زا ما انت شايفة وانا وردتك في الاخر ازاي بعقم البرطمونات بتاعتي عشان تحفظي لو عملت الخطوة دي هتضمني حفظ القدشة باكتر فترة ممكنة دي بقى من غير لمواد حفظة ولا اي حاجة دي الطريقة اللي بستخدمها كتعاكم البرطمونات اللي هعمل فيها القدشة والمايونيز والمسترد كل حاجة عاملها لكم ان شاء الله هعمل لكم المايونيز المرة الجاية وهعمل لكم الطومية بازن الله دي التعقيم اللي انا بعقم له البرطمونات بتاعتي وطبعا يا جامعة انا عجبكم الفيديو وعجبتكم طريقة القدشة بجربيها وانت هتعرفي ان الطريقة دي حلوة جدا وبص قومه ولما تحطيه في التلاجة كمان هتغذي اداء احلى جدا واتشوفي شكله وتعمه وتقول برافو عليك وطبعا الفيديو ده محتاج من نقو لايك يا جماعة حطي اللايك ايوة كده حطي اللايك عشان تعجبك عشان تشوفي الفيديوهات اللي عاملها وكمان ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعليلي الجرس على الكل عشان تشوفي كل الفيديوهات اللي قدمها ويا رب تكوني الحاجات اللي انا ما اعملها تكون عجبتكم من الوصفات اللي بقدمها انا بجيبلك يا جماعة اسرار والله بجيبلكو سر المصونة جربت تراجي ومتخسري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته